لماذا الآن لا يريد الغنوشي أن يتنازل عن حكمه وزعمته لرئاسة النهضة وتفعيل الحياة الديمقراطية التي يطالب بها تيار الإسلام السياسي في تونس وأينما تواجد هو الحقيقة التطورات في تونس الآن في هذا الموضوع كبيرة جدا لأن الديمقراطية التونسية طيلت عهد الرئيس الباجي قائد السبسي رحمه الله كانت مستقرة بحزبين كبيرين وكان هناك استقرار وكان أقل تذرر مما حصل الآن ولذلك بعد انهيار ندى تونس بقيت النهضة والنهضة الآن يبدو أنها أيضا تعاني مشاكل حقيقية كبيرة وكان النداء الخلاف حول الصراع بين ابن الباجي وبعض القيادات الأخرى الآن الصراع بين رئيس حركة النهضة وما بين قيادة أخرى تطالبه بعدم الترشح من جديد لرئاسة الحركة في المؤتمر القادم السؤال الكبير الآن هل الرئيس الحركة رشد الغنوشي لم يقل قال أنه إذا القانون بقي قانون سيلتزم به ولكن إذا المؤتمرون قرروا أن يغيروا القانون هو أيضا لا يعارض ذلك الأمر كيف ذلك؟ نريد توضيح من هذه المطاة يعني هو يريد أن يغير الفصل الحادي والثلاثين في داخل النظام الخاص بالحركة المتعلق بعدم التمديد لولاية ثالثة داخل الحركة في المقابل الغنوشي قال بالحرف الواحد الذين يطالبونني بعدم الترشح مجددا يشبهون عساكر الليل هذه الشخصية تريد أن تسير وفق الدستور الداخلي والوثيقة الداخلية للحركة؟ شوف هو الموضوع الكبير في هذا الفصل الفصل الواحد وثلاثين الذين أمضوا عريضة المئة ما يسمى بالمئة الذين أمضوا العريضة والذين منهم انسحبوا اليوم في اجتماع مجلس الشورى يريدون التزاما من رئيس الحركة بعدم الترشح ثانية في المؤتمر بمعنى يخافون أن رئيس الحركة يستطيع أن يجمع من الأنصار من الممثلين في المؤتمر ما يستطيع به أن يغير القانون يغير الفصل واحد وثلاثين من النظام الداخلي لحركة النهر لماذا التغيير؟ فهم خائفون من هذا الأمر سيدي هنا المشكلة هنا الأزمة لحظة أكمل لك حتى أوضح النقطة هنا الأزمة لماذا تغيير النظام؟ مدام هناك نظام موجود لماذا لا تسير عليه الحركة؟ لماذا التغيير الآن؟ هذا متعلق بحركة اللائحة الداخلية تتغير بطريقة دائمة يعني ليست ثابتة رئيس الحركة يقول وأنصاره يقولون أن هذه اللائحة ليست قرآنا مقدسة يمكن أن يقع تغييرها كما تغيرت سابقا الأفضل لحركة النهضة أن يتم فيها التداول الأفضل لحركة النهضة أن يتم فيها التداول والأفضل أن يكون الخلاف حول المشاييع السياسية حول الأفكار وليس حول الأشخاص